السلام عليكم ورحمة الله أبناء طلاب الصف الأولى إعدادين إن شاء الله هنشرح في فيديو النهاردة زمن الماضي البسيط The Past Simple هنشرحه بطريقة جميلة جدا كل ما نشرح نقطة هندي عليها أمثلة للحل فده حيساعدك إن أنت تثبت المعلومة أكتر وأول حاجة هنتكلم عنها إمتى نستخدم زمن الماضي البسيط The Past Simple هنستخدمه لما نجي نتكلم عن أحداث ماضية حاجات حصلت وخلصت في الماضي لم يعد لها أثر طب بالنسبة للتكوين أحط إزاي الجملة في زمن الماضي البسيط والله إذا كان الفعل بتاعك فعل منتظم فبنضف له D أو ED أو IED طب إمتى نضيف للفعل D إذا كان الفعل منتهي بE فبكتفي بوضع D فقط أما إذا كان الفعل غير منتهي بE فبنضف له ED ده لو الفعل منتظم فمثلا عندنا الفعل Like منتهي بE لما حب أحطه في الماضي حضف له D فبقت Like كذلك الأمر عندك Visit غير منتهية بE فنضف لها ED بقت Visited أما الفعل Study منتهي بY مسبوقة بحرف ساكن في الحالة دي بنحزف ال-Y ونحط مكانها IED لكن خد بالك شرط إن ال-Y يكون قدامها حرف ساكن أما إذا كان قدامها حرف متحرك زي الفعل Play فما ينفعش أطبع عليها القاعدة دي بنضيف ED فقط الكلام ده لو الفعل منتظم Regular أما الفعل إذا كان غير منتظم Regular Verb ففي الحالة دي لازم يتحفظ فالماضي من Become Became Keep Kept Cut زي ما هي Cut Read زي ما هي Red لو ما حافظتهاش ما تقدرش تحيل فال-Regular Verb عندك في نهاية كل درس في مجموعة من الأفعال الغير منتظمة هتحفظها كويس جدا يلا نشوف الأسئلة بتيجي إزاي في الامتحان على الجزء اللي احنا شرحناه مثال She cooked lunch two hours ago Two hours ago معناها منذ ساعتين فكده الجملة لازم تتحط في زمن الماضي الفعل اللي مدهه لك بين الأقواس لازم نحطه في الماضي طب الماضي من Cook Cooked لأنه فعل منتظم هنضف له ED لأنه غير منتهي بإيه Number two He write a story last night Last night من علامات الماضي البسيط الليلة الماضية حاجة خلصت في الماضي يبقى الفعل write لازم يتحط في الماضي الماضي من write wrote ده فعل غير منتظم لازم تكون حافظه Regular verb فلو انت مش حافظه ما تقدرش تحل السؤال صح يبقى في الحالة دي الإجابة wrote كده احنا شفنا شكل الجملة المثبتة تعالوا منشوف ازاي بننفي زمن الماضي البسيط عايز اقول لم يفعل ما عملش الحاجة دي فالنفي حنبدأ الجملة بالفعل بعدها didn't والفعل في المصدر خد بالك لازم يكون عندي فعل في المصدر لو نفيت بdidn't فمثلا she studied هي ذكرت عايز احطها في الماضي تبقى she الفعل studied didn't في ازاي didn't study she didn't study طيب فعل اخر he became هو اصبح عندنا became في الماضي عايزين ننفيها ونقول لم يصبح يبقى didn't become ازا لما نجي ننفي نحط didn't بعدها الفعل يرجع للمصدر تاني مثال last week الاسبوع اللي فات من علامات الماضي يبقى حط الفعل go في الماضي يبقى went لازم اكون حافظه اما في المثال اللي بعده بقولك he didn't watch it didn't بعدها لازم يكون الفعل في المصدر فتصحيح watched watch نشوف امثلة اكتر على النفي في زمن الماضي البسيط he not watch ساعت بيجيب لك التصحيح بالشكل ده not watch ويسيبك انت اللي تشوف الفعل المساعد اللي حتنفي بي the new movie yesterday طالما في yesterday عبرت عن الماضي يبقى not دي لازم تبقى didn't didn't بعدها مصدر يبقى الإجابة didn't watch اما في المثال اللي تحته فجابه لك اختر he watched the new movie yesterday yesterday معناها بالامس عرفتك ان الجملة اللي قدامك زمنها ماضي بسيط يبقى انت كده محتاج تنفي طيب انت في الحالة دي لازم خد بالك السؤال ده عايز منك شوية تفكير did و didn't ما تنفعش هنا في الجملة السبب ايه؟ اولا did جملة مسبتة ما ينفعش اننا did احطها جند فعل ماضي كمان didn't احنا اخدنا القعدة ان didn't بييجي بعدها الفعل في المصدر طب بصي كده عالفعل watched في زمن الماضي يبقى ما ينفعش استخدم didn't بعدها ماضي كذلك الامر في letter c wasn't wasn't ماضي قام انا معاك ان هي ماضي لكن خد بالك بييجي بعدها الفرب ومضاف له ing الفرب في الجيراند او ما يجيش بعدها فعل اساسا يعني اقول مثلا he wasn't at school هو ما كانش في المدرسة اذا وزنت هنا ما تنفعش برضو طيب بقى عندك never هي دي اللي هتنفع يبقى انت مسموح لك تنفي في زمن الماضي بطرقتين اما didn't بعدها مصدر واما never بعدها الفعل ماضي زي ما هو زي الجملة اللي قدامنا he never watched the new movie yesterday اما لو كنا حنستخدم didn't في الجملة دي فكانت حتبقى didn't watch لازم كانتجيب المصدر ننتقل بعد كده ليه ازاي نعمل سؤال بهل علشان تقدر تعمل سؤال بهل في زمن الماضي البسيط فحنسأل بدد بعدها فاعل وبعد الفعل فاعل في المصدر وانا بأكد عشان نسأل بدد لازم يكون عندنا فاعل في المصدر والرد على السؤال بهل علشان المحادثات اما بyes اما بno yes فاعل did او no فاعل didn't فمثلا did she study English هل هي ذاكرة انجليزي؟ اخدت بالك اننا لما سألنا بدد حطينا فاعل وبعد الفعل الفاعل استضي في المصدر خد بالك لازم الفعل يكون في المصدر لما حب ارد على السؤال ده اما ارد بyes واقول yes she did او ارد بno واقول no she didn't وخد بالك ان بعد yes و no لازم تحط قمع طيب تعالوا ما نشوف مثال ازاي بنحل على الجزء ده في الامتهاء did you had a good time yesterday طالما سألنا بدد اتفقنا ان الفعل يرجع لإيه؟ لمصدره طب المصدر من had have لانه فعل جور منتزم have وهز الماضي منهم had مثال اخر do she watch the movie yesterday yesterday عرفتنا ان السؤال في الماضي يبقى دود تحط في الماضي تبقى did طب لو حبينا نعمل سؤال بكلمات الاستفهام نعمله ازاي في زمن الماضي؟ الموضوع بسيط جدا هتحط كلمة الاستفهام اللي مطلوبة منك بعدها did يبقى دايما كلمة استفهام بعدها did بعد كده الفعل والفعل لازم يكون في المصدر طالما استخدمت did أو didn't لازم المصدر زي المثال اللي قدامنا where did they ورجعنا وانت لأصلها بقى تجو مثال what did you watched عندك did يبقى لازم watched ترجع لأصلها تبقى watch مثال اخر where do you go yesterday yesterday من علامات الماضي يبقى حطي دو في الماضي تبقى did كده احنا عرفنا شكل الجملة المثبتة في زمن الماضي البسيط والجملة المنفية والسؤال بهال والسؤال بكلمات الاستفهام باقي نقطة مهمة جدا ايه الكلمات الدلة في الجملة اللي اعرف منها ان الجملة دي زمنها ماضي بسيط خد عندك اول حاجة يستردي معناها بالامس last معناها الماضي بيجي بعدها زمن فاقول last week السبوع الماضي last month الشهر الماضي last year السنة الماضية كمان عندنا ago ago معناها منذ in the past في الماضي in وسنة فاتت زي مثلا in 2020 الكلمات دي لما بشوف منها حاجة في الجملة لازم احط الجملة في زمن الماضي البسيط وبكده نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة لو حسيتوا ان انتوا استفدتوا ادعمونا باللايك واكتبونا في التعليقات تحبوا نشرح ايه الحصة اللي جاية وتحبوا نشرح لكم البراجرافات بتاعت المنهج ولا الموضوع سهل اه وضحوا لنا كل اللي انتوا محتاجينه واحنا نوضحوا لكم على القناة في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة